مستشفى إنشاءت كمستشفى حماية 1841 إحنا بنخدم طبعاً كل الجيزة وبعض مدن القاهرة زي والألوبية إحنا بترد علينا عادات كبيرة جداً من قديم الأزل مستشفى حماية مبابة فيها أقسام لكل أمراض المعادية مش بس تستقبل حالات الاشتباهة تلوقتي عندنا أمراض معادية عندنا أكتر من 40 مرض مستشفى حماية هي اللي بتستقبلها وهي اللي بتعليقها أي قصة الكورونا والفيروسات التنفسية المستجدة ده تاريخ برق من بدر جداً إحنا عندنا طبعاً قطاع طب لقاي خلينا نقول نسهلة أكتر نقول مثلاً مراحل دخول المصاب بتبقى عاملة إزاي؟ هو الأول إحنا بس أنا بطم الناس على نقطة مهمة جداً إحنا مش بس النهاردة تفاجئنا إلا إحنا عندنا كورونا وبنتحاول معاها ولسه التجربة فمش استعداد طوارئ لا إحنا التجربة مش وليدة إحنا من 2003 وإحنا عندنا برامج تقص لحاجات اسمها أمراض شابية إنه في الوانزة وظهر معانا من ساعة ما بدأ السرس يظهر في الصين وإحنا عملنا برامج دي في مصر والحمد لله ما كانش ظهر هنا كان السرس حاجة مختصة بالصين بس ولما ظهر الميرسي كوف اللي هو الكورونا الخليجي كنا برضو مستعدين لها ولما جات دلوقتي إحنا الكورونا المستجدل هو الكوفيد 19 إحنا كنا تقريبا متضربين كويس قوي إزاي نقابل حالاته وإزاي التاريخ المرضي وقبل نبدأ فيه بروتوكول عالمي للناس كان إحنا مشين بروتوكول إحنا كنا مشين عليه قبل كده إن قطاع الطب الوقائي في مصر قطاع مميز ومنظم وهو يعتبر حاجة موجودة أو فريدة لمصر يعني معظم دول العالم ما فيهاش النظام الطبي اللي موجود في مصر اللي هو وجود قطاع وقائي كامل مستجدل صادر ومستجدل حميات ومدرات الشرون الصحية وإحنا طبعا دينا مدرات الشرون الصحية بنجيزة طبعا مهتمين جدا مستجدل حميات مبابا والهالة عامة المستجدل تعليمية مهتمة جدا وإحنا كل الواقيات وكل حاجة متوفرانا إحنا بنساء من المريض بتاعنا الأول إحنا إنشاء عائدات تسمعها عائدات الفارز وعائدات الفارز زي بخش المريض بيتسئل كان في الأول والبروتوكول ده هريك بتقول موجود من الأول إحنا عندنا بروتوكول للتعامل من الأول مع كل الفيروسات التنفسية اللي هي شبيهة الفلاس لكن مع الكورونا الوضع يتغير شوائيا بقى فيه مستجدات المستجدات دي إحنا اشتغلنا على الأول والحمد لله مصر والناس اللي في قطاع طب لقاي وغرفة أزامات تحت كورونا واللجنة علمية طلعت البروتوكول المصري البروتوكول المصري ده أبرو